إنما أنت له عبد فكون جعيلاً في القرب منه ولا عابل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رمضان سافر وانتهى ونحن الآن مقبلين إلى صلاة العيد وبعد صلاة العيد إلى الطعام والشراب حتى كل مننا يصب التخمي ويقال أخ ما أتي داخلكون دعوا دعوني جيبوا لي طبيب رمضان ذهب بخيراته وبركاته فعلينا أن نتمسك بأخلاق رمضان وبصفات رمضان ونكن على العهد مع رمضان طيلة العام بنقبل على الله ونتضرع إلى الله ونقول يا رب اللهم أمرتنا بالصيام فاصبنا وأمرتنا بالقيام فقمنا اللهم اقبل منا وسجل لنا عندك ما قمنا به وما فعلناه حتى نرى أثر عملنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين اللهم أتت أيام العيد وأتت الفرحة الصغرى نرجو الفرحة الكبرى يوم نلقاك وأنت راضٍ عنا يا أرحم الراحمين اللهم أمرتنا فصمنا وأمرتنا فقمنا اللهم اجعلنا عندك من المقبولين اللهم اقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا لكتابك الكريم يا أرحم الراحمين اللهم استطعنا أن نقرأ من القرآن ما استطعنا فاقبله منا وجعله لنا ذخرا عندك يا أكرم من كل كريم يا أرحم الراحمين نحن الآن في العيد عيدنا وفرحتنا في العيد أن نلقاك وأنت راضٍ عنا يا أرحم الراحمين فرحتنا في العيد أن تغفر لنا ما مضى فرحتنا في العيد أن تجعل عملنا مقبول لديك فرحتنا في العيد أن نراك تحبنا ونحبك ونعيش في رضاك وفي كنفك يا أرحم الراحمين وصل الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين الفاتحة إنما أنت له عبد فكون جعيلا في القرب منه ولا عاد ترجمة نانسي قنقر